اشتركوا في القناة يا أسباح الخير يا أسباح النور أيام مقبل شهر رمضان إن شاء الله مبروك علينا الكل إن شاء الله بالصحة وإن شاء الله ببرشة محبة خطر هو شهر في الحقيقة شهر في برشة في برشة أمور روحانية إذن منجموا نطلقوا فيه كان النواية الطيبة إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل اللي ما تحكيش بشي يتواصل في شهر رمضان بطبيعة الحال كل نهار تلحد من نص نهار الماضي ساعتين تجموا تطلبونا تقترحوا المواضيع وتعطيوا رأيكم زادا في المواضيع اللي قاعدين نقدموا فيها كل جمعة مرحبا بكم ما إحنا ديما نحاولوا نقول ديما نحاولوا خاطر المحاولة في طرح الإشكاليات وطرح الأسألة وإنه الناس الكل تشاركنا المستمعين والمشاهدين على اليوتيوب يشاركونا المواضيع متاعنا ويحاولوا وهم ينقلوا النقاش هذيك للعبادة اللي قاعدين بحضة بعضهم اليوم بش نحكيو على قضية معني منعرش هي مسكوت عنها موجودة معني هي قضية يومية ما في العائلات مهما كان انتمائهم الاجتماعي مش تمعنا ما نعرفش لكن لكن شيبا شبابا كهولا نسل كل نسل كل معنية باللي بش نحكيو عليه اليوم قلت قبل يا ساعة تستهار صباح كيف عطاني الميكرو ونو بش نحكيو على المخدرات الإدمان إدمان المخدرات أنا هما أنواع المخدرات اللي المضمن عليها التونسي نسبة المدمنين في تونس نسبة اللي كانوا مدمنين وما عادش علاش قدمنوا كيفاش بطلوا شنو دور المجتمع المدني شنو دور علم النفس الجوانب القانونية معناه النصوص الانتشار انتشار المخدرات طوى قلوها للأسف حتى قدام المعاهد في صفوف المراهقين في كل الأماكن عاش قلت لك مهما كان الانتماء الاجتماعي اللي ما تقول ليش لا لبس عليه لا مش لبس عليه المضمن هو مضمن وهذي مسؤولية مجتمع كامل زادة انه يعاون أبناءه على انهم يكونوا أكثر وعي خطر حنا في حاجة لنستخدم وحاجة ليش الناس ترقوا الطوى ولا تدمن ولا ولا تدخل تدخل في 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 متاهات الله أعلم وين تنجم توصل عنا برشة ضيوف اليوم عنا برشة ضيوف آآ متنوعين عنا قصص عنا حكايات آآ ناس بش تحكيات آآ ناس بش تحكيات فما اللي بشي واري وجوه فما اللي مش بشي حبش واري وجوه وذي حقه لكن ميسالش كل واحد بشي حكي تجربته والتجربة هذي كما نجمو نخرج بها كان هي تجربة كان بآ كان كما نقول بدروس اي دروس يا سيدي مرحبا بيكم نبدأ بالمجموعة لولا ذي المجموعة اللي بشوفها تواي مجموعة قارة لاخرين آآ تغضغال فما اللي محبش يظهور يزمن نشوف الامور التقنية كيفاش الكاميرا متوريهش ونحترم طبعا آآ للامانة نحترموا رغبة كل ضيف عنا برنامج ما تحكيش نحاولو تناقشو في في كل شي لكن في كنف الهدوء والاحترام خاصة اي مرحبا بيكم مرحبا بيك آآ ماتر آآ شهرة زاد آآ بلانشي صباح الخيرات ماتر شنا حوالك لباس عليك آآ ماتر الميكرو كانت قدم شوية دكا نعود الرحب بيك مرة اخرى معنا وعود صفقة عليها مرة اخرى معنا المحامية لدى الاستئناف صباح الخيرات صباح نور مادام فلوة محنور اي مرحبا بيك مرة اخرى شرفتنا مرحبا بيك مرة اخرى مرحبا مرحبا بيكو عزيزة دكتورة مريم قتلي في مال الناس بش نجيبش نسألوا بعضنا كيفاش نجمه نبطلوا يعني للناس المد بنا كيفاش نجم يتبطل حتى ما يسألونيش بش نقولولهم حتى اللي ما يحبش يسأل نقولولو فما جوانب نفسيه كبيرة دكتور طبعا 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 هو الإدمان نقبل كل شي له مرض نفسي معناها مرض نفسي مزمن ذو انتكاسات دونك معناها الباز وهو العلاج معناها كواحد يفيق بروحه مدمن هي أصعب حاجة اللي لعبات ساعات ما يفيقوش بروحهم لهم مدمنين والعائلات يجبوهم لنا معناها رغما عنهم ونحن ذي كوين الخدمة متاعنا معناها اللي نحاولو نمشيو معاهم في الليفاز مش يفيقوا لهم عندهم مشكلة دكتورة نحبكم بعد حتى اللي ماما والأبا والأمهات والعائلات تعطيهم كيفاش يفيقوا ببنائهم شنية العلامات تخطر الهنات والي الحضور لعائلة ومبعد ما يسيرش نربطوا يد يد سيق سيق وبرنا أمشي يزمك تنحي الحالة المرضية هذية إذن أمامك الكثير اليوم مش تحكيهون مرحبا بيك دكتورة مرحبا بيك خويا زياد سي زياد اليحياوي مرحبا سي زياد هو أعلامي يتقدم في برنامج إذاعي في غاجوسيس تحياتنا لزملائنا في غاجوسيس وليقوموا بيه أيضا من عمل تطوعي في غاجوسيس ناشط أيضا في المجتمع المدني في كل ما يهم القضايا الاجتماعية وخاصة بطبيعة الحال ما نجموش نحكيه على قضايا الاجتماعية ما نحكيوش على هالمشكلة الكبيرة اللي عندنا من عرشان بعض تقولي قاعدا نهول وإلا لا خاتنا حسوحي ساعة جاك زا جايا قاعدا نبالغ إنه المخدرات معناه فم تهويل في كلامي فم ماش تهويل في كلامك بل بالعكس أنا يمكن كنتكلم تحسني نهول أكثر منك على خاطر أنا نقولي المخدرات هي سبب كل ما يحصل من مشاكل داخل المجتمع من سرقة من بركاجات من عنف من اعتداءات من إله 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 هذي كله يعني بسبب الإدمان خاصة يعني الأنواع اللي انتشرت مؤخرا في العشرة سنين الإخرانين خاطر كنقولوا إدمان نحكيو على برشة أصناف من المخدرات أما أخطر الأصناف دي ما تقعد اللي هي الهيروين اللي اليوم وليت منتشرة في تونس بطريقة رهيبة خليم أنا أنت عرفت خلت تنتي تول في صلب الموضوع النجم يكون لكلام صادم شوكو أما منطلقاتك هنا ماذا بي تكون منطلقات علمية أنا هي أكثر المخدرات انتشارا في تونس هاوك عود زعم زعم زعمت رحتنا سويل موش انت ترجعوا والله هي أكثر المخدرات انتشارا في تونس اللي موجودة بارتو يعني اللي هي القنة بالهندي يعني نسمعوهم ونسمعو بارتو تولية المواضيع هذي ما ما عادش تابورة ويتقاعدة تتحكي حتى في قاعدة في قهوة في وسط صحابك يتش بدل الموضوع أي منتشرة نحن نحكي وفي في الإعلام مخذيناه من مجتمعنا وحطيناه نفسه البلاتو بضعبك فما نقنب بالهندي فما الهيروين فما الكوكاين فما السوفيتيكس لكن تول التونسي ولا يقول لك في الهم عندك ما تختار هما لكل حاجات خائبة يعني لكن في الهم عندك ما تختارش معناها يعني متعاتي القنب الهندي سلوكو يختلف على متعاتي الهيروين مثلا اللي بشتعاطي قنب الهندي ما هوش بش يخرج للشارع يعمل جريمة ولا يعمل سرقة ولا حاجة حاجة هاك بار كونتر في أنواع أخرى من المخدرات تنجم تصير حتى توصل جرائم قتل يعني وبركاج وغيره ويعني تخرج الإنسان من حالته طبيعية جملة عندك نسب ولو أنه نعرف ما تماش أرقام رسمية خطر مش بضرورة ما توتي ديك لغي نسبة المستهلكين في تونسي ما تماش أرقام تاك أبخوك سيمتيوب في الحي متاعك على قليلة في اللي أنت تقاعد تشوف فيهم بشكل ما فماش أرقام لكن نجم وقولك اللي فما انتشار طريقة غريبة قاعد يتسارع كل يوم فما يعني عبارة فاق خرجة موجة كبيرة وأنواع متاع مخدرات ما كناش نسمعوا بها طبعا يعني نرجو عشر سنين التالي ما نسمعوش على الكوكايين والهيروين خاصة مثلا في الحياة الشعبية يقولك الكوكايين تعجر جواصوف وفنانين وهكا يعني يعتقدوا معنى خاطر غالي بالضبط سمحني رو كان نعطيك حاجة تصدمك أنا اليوم مثلا بسبع آلاف بتنجد مش تشري زيت بسبع آلاف تنجد مش تشري هيروين سمحني نعرش كيف شنا ترح عليك السؤال يعني هنا هل ترى عشر سنين تالي ولو خمسة عشر سنين سنين تالي ولا ما نعرش قداش من عامل تالي ما كانوش موجودين وإلا ما كناش نحكيوا عليهم ولكنو موجودين لكن عند عند ناس معينة قادرة انها تشري بالضبط عند ناس معينة كانت تستعمل فيها شريحة معينة من المجتمع اليوم انتشرت ووليت داخل الأرياف داخل الحوم الشعبية بارتو يعني كيفاش معنى يعني العباد ولت عندها إمكانيات أكثر مش العباد ولت عامل كيفاش توصل هي ولت متاحة أكثر كيفاش توصل رخصت معلخها انا قتلك بسبعة اللاف تنجم تستاهلك هيروين بسبعة اللاف ما تلقاش دابوزازيت هذي ما هذي اللي قاعد يصير في الحوم الشعبية انا الراها حاجة ممنهجة في العشر سنين الاخرانين يحبوا يغيبوا الشباب عن عقولهم باش يتم يحبوا شباب مغيب شباب غير واعي باش الشباب لا يطالب بحقه لا في تشغيل لا يطالب بحقه في صحة في عمل في غيره اعطيه المخدرات وخليه غايب على الواعي خوية زياد ادخلت انتي معناها أصلا بوليت تتحلل وننظرناه لها من سمحني مادام صلوة كينو اعتبر هنا المدمن ولا المستهلك متاع المخدرات هو ضحية اخك هو بطبعها لا هان يجيتك ماتر اما تعرف بعد شنو بعد الاشهار ابيعي جدا من جعلك بعد الاشهار انتو ما تسمعوا في اللي ما تحكاش مع سلوة بنعمين بسيس على اي فان احلى غاديو مرحبا بيكم طوى نصف النهار وخمسة وعشرين دقيقة في اللي ما تحكاش متاع نهر لاحد تسعتاش مارس الفين وثلاثة وعشرين كينطلق سيزياد يحكي حتى في القوف بدات النقاشات وبدات الدقة في الكلام وهذا اللي نحبه نحبه الناس اللي يسمع فينا تفهم تفهم ما معنى ادمان تفهم موي نجمي هزنا بعيد على التحاليل اللي فاته لا طوى مهما كان بفعل فاعل مش فعل فاعل طوى عنا الناس عنا شباب عنا مجتمع قاعد يقاسي تون شوفوا دول في دول العالم شنو موقعنا نحن من حيث وقال ادمان اما قبل هذا كل والماتر كنت طلبت الكلمة بيش توضح خلينا نحب فكرة تكون تزيد عليها افكار اخرى مش افكار اخرى معطيات بعد ما نسمعو التليفون هيدا قد تزمن يقض التليفون اقبل الو الو صباح النور عايش كخصباح النور اخويا احمد معاي صباح الخيرات مرحبا بيك سيد احمد شو حوالك عايش اخوالك بلله عامدول عايش اخوالك ياسي احمد اه نعم انتي معنا متدخل معنا اه انتي انتي تقول انك مدمن مدمن اي مدمن عالله خطريات باه مدمن شنوة بالضبط كل دوائيات وزطلة اختي شراب كل شاي ازور اه شنوة تقول دوائيات شنو المقصود مدمن دوائيات اختي نوكل يريكا جهور نوكل في ستة سبعة ثمانية كعبيات نوكل في كعبتين ارتال نوكل في كعبتين تميس امرو كدبيع ساعات نوكل في كعبتين كستانيس كنهار بعد نهار مكيف ذطلة كل يوم عرفتك قاعد نوكل في روح الموت الباطيق نوصل نوكل تكاثب كويت كليبو على ناجور كيسا كيسا باكو في ستاش مكعب حطني ستاش وثلاث انا نوكل في هم مجور اذن قديش عمرك احمد عمر 23 سبيع طيب وقديش عندك وانتي معناها تدمن ولا تعرف انتي تقول بي برشة حاجات ولا انا مفهمش اما نعرف انو دويات لكلك اللي تابلو لكل ميستهلك فيهم بليش احساب من اختيش بديت 2019 2019 حبست عام مشو عام سبعة شهور حبزت اختي عرفت طبيبة عندي فلوس دويت كاذي دويت مليح مليح رجعت اتفاحتي بعد اختي رجعت للسيد رجعت الحوم رجعت للسيد هيك هوا هني تويح عندي معا حبست حتى نهار حبست حتى نهار اجور نوكل اجور ام 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 بني في النام ديو باهي باهي يا احمد اما انتي توبش تحكي لنا البدايات متاعك معناها اول مرة تجرب فيها واحد من الانواع اللي قلته يعني موخلك اه يفوين بخامياق فما فما المرة الاولى كيفاش كانت كيفاش كانت معاشكون وفنسيا فنقم مرة اقول لك كيف نس كول تسقيحهم بشعبية انا بد كل تحكي علي حقي اذا اذا انت صغير في عمرك ما تريج بقيتك ما زلت مجور ما زلت في المراقة احب تجرب نس كول احب تجرب واللي جرب ياحسر اوختي في طريقة يجرب يحسر هنا مفردز مرتين انت انتي شنو سمحني مفردز مرتين اه الغتي تام ماش حاج انا فى ذرة ما باعتايش اكثرش من هك اة اي 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 العائلة متاعك امك بطلابا انا كارهوني ايسو مني اي عم ايسو مني اي عم اي 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 عم اي 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 حبنه غيرش ناير عم اي ما جيتش حل ما نجمتش واحدى حاول تختر حاولته خاطرنا كيش نوكل في نوا واحد والله انت غالب على روحي ونحبس تمر النوكل في ستة وسبعة وثمانين ويعفرنا يجياش نحبس هنا واحد عندك معانا زياد عنده الجمعية يشتغل في المجتمع المدني حبي الدخل ما نعرفش زياد انا نحب نسئل احمد احمد خوي الحاجات اللي تستعمل فيهم هيدهم في النهار ظهر لي للكونسولتاسيون تتكلف اقل علش كي انت تحب الداوي ممشيتش للتبيب نحب بلاسة نحصر فيها نحصر مشي للتبيب تحكي معي تحكي معي تحكي معي تعطيني دويع غيرت الراوح الحامة نتايش وديو مارجا نفلها نفلح كي معنينا ان فهمت احمد احمد يحب على السنتر متاع يقعد غادي خمسة شهر ستة شهر حتى عام معانا يمنيش حتى عام معانا يمنيش خليك معانا احمد موجودين دكتور على السنتر هو توالي سنتر معانيها جسكلة كين عانا سنتر في جبل وست سكر كين في موحد في سفيق السكر فما سنتر كي حل معانيها ما عندوش برشة في في سبيتار رازي اما هو جس لنسي اللي عندو مشكلة مدعا ادمين بو معاني هنا عندي جس مشكلة مع الفكرة اللي راهو الادمين لازمو يتعالج في سنتر الادمين راهو سمحني يا سمحني يا سمحني ما دام خطر لهنا الكلام متاعنا واضح ولو انو احنا مشينا طول الحلول والسنتر وغيره خليني نطرح عليها اسألة هم حالته ومبعطوا نقول لك الراجل قال لك مشي دامك يعتوه دامي دي كاما يوصل له الحومة طيش ومعه ودرجع يعني يزموا يكون طالب انو يتحبس بش معناه يتحبس في 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 مؤسسة صحية نحكي يا 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 احنا سمحني بلغش معي حشيت للرازي تعطي فايا ازور في اه ما تقول شد ما تعطيش اسمام تاع الدوياتة بالكل خلينا خطر كل واحد وحالته ما نجموش نخلو دويش معناه ناس تسمعو ماذبية ما تقولش حتى اسم من فضلك اي 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 تفضل يعني انكو تعطي فايا في الضريجة اكاها وفنهار ومشايبيني شايبوني خليط تاكسي من غضي ركش خليط دوي او طول بيه يا احمد كانت تقول لنا اه شنو ما المشاعب او مشاعب ما عرفتش نعبر انا يعني شنية العلامات اللي تحسها في بدنك اللي في اللحظة يعني اللي هي تطلب بش بدنك يطلب مخدر شنو تحس ريتم الراسي سياقي كل يوجع وبدن نوجع عالاخر عالاخر ومعتي ومتقلق وما نزل نحكي مع حد ما نزل ندور بحد ما هي منيش اني تظلان نعرف مين جي بدوي عكاها عكاها ما نفهم شاي حاول كريز كريز نذل كرديق وصلت كرديق وصلت خدمت مرتين ثم مرات ربع مرات صنت شكت برش حاليات 냐 طاوم طاحت map 50 60 tandak شوفني نوريك تصورك قبلت شوفني تاولنا ما تعرفني عبيد في حاما ما يعفونيش دي ساعات عبت عدد زكايس تقول السلام قوليش كوف يا احمد انتي لا تقرى لا تخدمه كل ما عاش نخدم معاش اني في شي طيب كنت نخدم صفاج ما عاش اني في شي طيب ما 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 ايفت من الحياة اني اتطور اني رتكي نحكي معاك اني هاي تظيم اخلي منش نجحال اني خام كان في انتحا منش خام في حاج شي خاطر بالرسمي تعبك ما عاش خام في حاج شي في راس بربي اللي يسمعوا فينا انا نعتبره الصوت احمد اللي هنا صوت برشم كيفو بربي انا نعتبره نداء استغاثة احمد قاللكم بربي يعونوني اللي يسمعوا فينا من مسؤولين من اطباء من عرفش انا من جمعيات بربي تتصلوا بنا ونعطيوكم رقمه وتمشيوله خطأ انا نعتبر اللي قاله احمد توقي يعني يعمل فيه صرخك اللي غارق وقالكم بربي منعوني انا من حبش غدوة بعد غدوة يجيني خبار خايب علي مهما ان كان بربي هذي اصوته نعرف ليه فهم معناها مسموعة جدا ونعرف انه البرنامج هذي نسبة لاستمامتها مرتفعة ونعرف انه التونسي جايين رمضان هذو ما ناس نمدوا له مدينة هاي اللي حب يتصدق اللي حب يعمل حاجة باش ينقدره وهذا تصير على الاولاد الكل وتصير على الشباب الكل بربي اطلبوا حالا في التليفون وان شاء الله ان شاء الله منها لنهاية الحلقة متاع اليوم يا احمد نعود ونتصلوا بيك وسيس على روحك وصوتك سماحة الدكتورة وهنا الاستاذة المحامية وسيزياد زادة كيف كيف هو عندك رقمه وعندك كل شيء كنت نجمه نعرفش انا شنو نجمه نعملوله رانا منو بخلوش عليك شكرا شكرا احمد كنت معانا لكن خليك تتبع الحصة للتوفة واسمع الاساذة يقولوا لهنا وربي ان شاء الله يشفيك ربي يشفيك هذاش بشو نقول في هذه اللحظات نهرك طيب فاصل فاصل خنت نفسه شوية على خطر عنا حلم بعد بش تدخل زادة كيف كيف شعرنا بش نحكيوا بعض الكلام اللي سمعنا هذية نرجع لكم بعد الفاصل كل حد من نص نهار ملي ساعتين اللي ما تحكيش مع سلوى بنعمين بسيس على ايافين احلى غاديو مرحبا بكم احنا تسمعوا فينا وشوفينا على ايافين طوى نصف نهار و تسعة وثلاثين دقيقة واربعين دقيقة تحديدا البيه هي انو نسمعوا الحكايات يعني ما الحكايات نحنا نحبوا نفسروا يعني اللي تسمعوا فينا اكيد الماتر بش تاخو وقتها بش تفسر اكيد الدكتوراه كيف كيف لكن ديما المنطلقات متاعنا تكون الحكايات مش نبعدو على نظري ننشي العالم مش فيه الواقع ش فيه ويقول لك تكلموا معناه اسمعوا منا ولا تسمعوا عننا ومرحبا بهم اختارا انه يكون انهم وجوههم ما تتراش ويح قطر يحبوا يتكلموا يحبوا يحكيوا على تجاربهم واحنا لهنا نحترموا كل يعني كل واحد عنده عنده الحرية بش يظهر كيف ما يحب هو ودي ما نقولها كلمتي اوني بلا بوجو جالجان لسنا هنا نحكم على الناس كل واحد وتجربته كل واحد ما يعلم به كان ربي لكن حكاية الناس تجارب مرحبا بيك اخويا طارق معنا سي طارق وسي عبد القادر سي طارق انتي مدمن مخدرات قدم للميكرو وخويا طارق ما تخافش وجهك مش ظاهر فرصة بش ننظر كان هنا في الليك مرحبا بيك اخويا عبد القادر اخويا انا مدمن عندي 22 سنة تعلمتها كيفاش تعلمتها سمحني قداش عمرك انتي اه تلاثة واربعين تلاثة واربعين معني وانتي عمرك تلاثة وعشرين سنة كيكا وعندك عشرين سنة تستاهلك في شنوة من غير متعطي التفاصيلة شنوة نوعية المخدر حرابش والاوك انا اتزرق الكل التوقيت كان في الحرابش زرق اه تزرق سوبيت اكس تزرق روحك اي بيك ما يعني انتي في ديك عندك اثار زرق عندي اي قداش مزرقة تزرقة في النهار في النهار بالي عندي فلوس امزرق وقديش سومها زرق الكعبة باربعين الكعبة باربعين كعبة باربعين وانتي متخدمش مني ندبر الفلوس هكا ندبر خمساليف نشري به مش نشري بالكعبة ندبر خمساليف نشري به معني خمساليف تعطي تعطي كمية صغيرة مهما كي اي باش تتحرق باش تنتج تولي كلها بيه باش ترجع عبد هاد تقسم على ثمانية الكعبة كعبة تقسم على ثمانية الكعبة بخمساليف نسموه اشتار البوع نحنا بخمساليف وسمحني بيه بك شنية ما نخدمش مع عنديش راني خدمة قارة اي اما نمشي للمرشي هذاك الوصل واذاك اللملو النصاب اللي ملو لحشيش يمدلي ثلاثاليف الاخري مدلي الفين وكيك معناها الفرنك اللي تيح في يدك من نمشي نشري به بيه معناها فما تمشي المزودين معروفين 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 بيه معني من حي شعبي بيه مش لدينا علينا في ذكر الاسماء انا نعرف بيه الراجل ولا المزود معروف 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 معروفين وما كيفيش معني تمشي له بطرق سرية ولا كيفيش ولا عادي في وضح النهار تمشي في النهار عادي عادي يبدا في النهار مش في النهار ويدارهم لعايت له عادي عادي ناخو ما عنده عادي لا بد ماشي الجاية عادي 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 مثلا ماش قلق ولا ما ها فماش ما هوش متقلق معني ها هوخ ما لو شعبي نحب نبطل ماذا بياه ومشيت للسبتار وجنين أنني بطرت واردا وجمع هعطوني تحاليل نمشي خلولي مشيت البستير خالي بمية ستة سبعين مشيت شرني كل كيف كيف بالفلوس والي تقيز تعودت رجعت نستعم وانا ما عنديش بطار هاني حتى عندي ليباتيسي والكرني الابيت نروى الماي مالدهوني هاو ما عطونيش حتى الكرني باش نعد ونرى المالى عندي الحق في الكرني ها هام الوراب ها هام متاع التحاليل احنا رانا نحكي ومعانا سمحني اخويا رانا نحكي ومعانا في البلاتولة هنا مدمن مخدرات طوى معانا مدمن آآ يحب يبطل يا ناس ملقاش كيفاش يبطل عاشت ويحب يبطل قال لك انا نمشي نعمل تحاليل نحو يطلو عليها فلوس نمشي يولي يقول لك انا خمسة لاف فرنك ونحص روحي عادي خير من لي علش قلتك راورا وكي نتكلموا عليهم يا دكاتا وكي نتكلموا آآ معنا نظهروا نحنا كالية القوم قاعدين نحكي وعليهم والله يزمك تعمل هكا ولا يفوفيق ساختك تعمل هكا تولي انشي دي باوندو هاو شعبنا هاو نموذش هاو طب ها هاو ما هاو تحاليل تحب تخوهم مدهم لقي جا شوف ها هاو مشيت الباستير خلي مية ستة سبعين وانا عندي هاو الباتيت هاو التحليم بتاع الباتيت ها هاي ها هاي منين انا كنجي عندي الكبدة هناء الكبدة ما نعرف شاي ما نعرفش من الفين وثمنتاش هاي من الفين وثمنتاش التوب وين نمشي بالفلوس وين ويني حتى كرني لبض عندي في الحق معتوه ليش وكي بابش نعدي هاني شايت بلاس هاني جاع تنستعم بربي اه اخويا طارق اه وانتي في في وضع المانك متاع ول يعني الرغبة انك تحقق الادمان بتاع تولي عنيف ولا لا؟ لا لا بالنسبة لي انا لا بالنسبة لي ما توصلش انك تبرك تسرق سماكني في الكلمة لكن يعني انا بالنسبة لي انا انا عني جيتك. بالنسبة لي انا ما نسرق سوالا مش نسرق لدارنا ولا لا لا من هزي نجي نطلب خويا نطلب أختي نطلب جارنا ويعرفوا عيلتك الوضعيتك هذي وضعيتك جرورا يا جرورا يا ما خيتاو مش نداوي تقولي بالفلوس تقولي بالفلوس ها 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 التحالية هو الحقيقة تقولي بالفلوس علي باتيت سيفي باستير مية ستة سبعين هالي انا عندي مية ستة وسبعين هالي والي تذكرت وسلمتهم للربي وقعتنا ساهمة انتوما ما كنتش شوفوا في الهيئة متاع اخونا طارق امراه مثلا يحكي معايا ضعيف فوم وطيح معناي وضعية بالحق وتستدعي التدخل تستدعي التدخل العاجل بربي للمرة ثانية بعد المكالمة اللي متاع اخونا احمد واللي هو روموش اسمه احمد مع انتاك يتطلبوطة ونعطيوكم عليه التفاصيل اللخرين للي يتصوبينا على رقم ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وسبعة نعاود ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وسبعة للي يحب اللي يحب يدخل اللي يحب يعاون للي يحب ينقض على خاطر الحالة اللي قدامي بصراحة ما ينجمش يكون معناي وضع عادي جدا نمشي للاشهار ومبعد نرجع يسترنا فينا برشا كلم من بعد اللي عالي ساري سيداتي لهنيرا ومزل عنا الوقت لكن كلمه ما كم شفتو يلزمنا نسمعوه ولا نعملو اشهار عزة تفضل رجعنا لكم تومة ساعة درجين ماذي ساعة درجين مزلنا نسمعوه في الحكايات في حكايات ضيوفنا الحكايات اللي اللي توجع القلب الحقيقة يا سيدي مرحبا بيك ساعب القادر عايشنا حكايتك انتي كنت مدمن وبطلت والحمد لله كيفاش كيفاش بديت حكايتك مع الادمان او خاصة كيفاش بطلت انا كنت انا قلت لك كنت مع بابا صغير نمشي مع بابا قرايتي قعدت على جنب ما نقراش خطر هو ذريل نحنا سبع صغار انا الكبير فيهم انا نهزو المرشي روح بيه ما نجحتش في قرايتي خرجت نحو ما شو شعبية بشوية ولد كل بعد جربنا هذي سوبيتيك سوحلت في عمري وقتها اربعتاشن سنين بديت عمرك اربعتاشن سنين وقت دي عمرك تاو تاو عمري خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين والله يطار في ظهر اكبره يظهر اكبر بالقدامة خمسة وثلاثين سنين من الفين وخمسة نستعمل حتيك شلالفين وخمستاش رقدت في جبل الوسط روحت لباسر في الحومة عاود نرجع طاو روحتم الفين وعشرين روحت طاو عندي ثلاثة سنين من اللي بعت هالمخدرات هذي وليت معنا حتى ما عاش نمشي نسرق ما عاش حدش اه كنت تسرق كنت نسرق نجيبها لهاي عشرة سنين معدي عليها انا جورت سوبيتيكس معدي عشرة سنين حبس على هاي عديتهم مفرقين معنا الفين وخمسة كي شديت عديت ستة شهور الفين وسبعة كي شديد سايبون الفين وتسعة تخرني شو تسرق تبراكي ولا تمشي تصدم على لا نمشي نخطف خطفين مشي نتبراكي سرقة هي خطفين ويتعدى حتى نمشي نستعمل بها مكل حتى ضارنا مكني مش عليك نمشي نستعمل بها سرقة باستعمل العنف يوليز ما بركاج مش نجرد سرقة مشي العنف ما عمش العنف مكني مش عليك ها خطفة شو معناها تخطف انا شخطف ساكنوار بين فاركس ونقا في فلوس نمشي نستعمل بها معناه متعدى انتي مي يختف لك ساكنكوين مش سكينة ولا حاجة سنين ولا حاجة ليه ها مش النجم نجيب سرقة ايه وشخص اللي تختف له ما يقاوم مش ميحاولش يقاوم عملية السرقة يعني مكني ولي بركاج اكثر منه يا ماتر يا ماتر سامحني يا ماتر معناها ما نحبش نكون سامحني ما نحبش نكون هنا عبارة المجموعة في قفصلة هام وحنا قولوا بربي اللي انتي خطفته واذا كان يتأثر واني تي هو حالته تي ناس تحب تتحرف في جرة الابتلاة هذية يعني راو راو يلزمنا نخرجو زيدا نحنا من الجبة متاعنا متاع الدروس متاعنا استاذا هاك انتي يعني انتي في محامية تنجم تكون المحامية متاعه وتنجم تكون المحامية متاع اخونا اخونا طارق تنجم تكون المحامية متاع سي احمد هذو ما مجرمين ولا ضحايا انتي كتسمع الاستاذ من لو اللي وريكك الوراقة اللي عندي يقولك بش عمل تحليل بمية وسط وسبعين دينار ومبعادي نجم يسرق فرضا فرضا ويمشي يعمل مخدرات كيفش يدفع عليه تدفع عليه يعني كيفش معني سامحني هنا الحبس هو اللي بش يعالجوه مدام وش اتكلم منك كلمة وما يسيلش من بعد كاملة على راحت انا روحت مدام من الفين وتسعة اعطاني بن علي عملت ديبلوم شهادة في الحبس اعطاني شهادة فلاحة تكونت غادي معنية تكونت عطوني شهادة في الاسلاحية الفين واربعة اخذت الشهادة متاع مريناء وراقي لكل مدام مدام التكوين اجتماعي في الملاسيين اه فيهم حتى هزيني لشبال الوسط وهزوني المنوبان عادي فيهم وراقي كل روحتان الفين وعشرين قالوا لي ضاع دوسي كل ضاع انا طوام بطل مدام انا راني بطلت عام من الروحت من الفين وعشرين حمدالله ليك ساعة على صحتك الساعة محبوش لايعتوني كرني محبوش يعتوني وراقي ديبلوماتي قالوا لي ضاعوا مين ضاعوا كيفش اضاعوا قالوا لي ضاعوا في الارشيف مدام انا السجون طو تستعرف تقول لك الفين وتسعة عبد القادر زيت اذا عدا عنا واخذيه ديبلوم هذا ما ضاعوا همي بربي سامحني ماتر هاي بربي انتي تفكر مادوني للتكوين خطوا بابا ذرير مادوني للتكوين هما بشي يقروني هما ويربوني هم روحت الفين وعشرين فيهم دوسياتي كل ضاعوا ما فاماش قتلي في الارشيف واضحة الفكرة انا جاني امرض مدام بلايك كلمة بارك انا جيت امرضة طولا مكذبش عليك كنت بش نمشي للحبس قلت خنمشي للحبس قلت خنمشي للحبس نجزرستي مريضة خطر مدام مدامش مكذبش عليك انا قلتولي ما عطوني حتى كرني نعد انا عندي تحليل نمشي نعملهم انا عندي ايش وليت نخمم قلت نمشي للحبس في البلايش هكو في العبس تعتو في البلايش هكو مدوني انتو في الحبس بلايش يداويني انك يجيت اكو نقولك زرستي ولا فهم يمريض ولا عندي تحليل نحب نعملوا ورا اني نبطل عندي ثمانية سنين ما مدوليش مدلي ورقة تقولي اثناشن ساعة برا عدي بها كهو بيه وصلت الفكرة متاعك متر اول حاجة ملاحظة بسيطة في خصوص كلم سي عبد الحميد وتعقيبا على كلمة كنتي يا مادام سلوى اللي قتلي ما نحطوهمش في قفص الاتهام احنا هنا مناش نحط قاعدين نحطو فيهم في قفص الاتهام انفيت حبيت نلاحظ انه جريمة الاستهليك تنجم تنتج عليها جرائم ما اخطر ببرشة ومن ورا الملاحظة هذي حبينا جزت نوعي وراي العاقل لا اكيد طبعا لا اكثر ولا اقل لينا نحطو فيهم هنا في قفص الاتهام ولا ليهم من دولنا اصلا بش نحطوهم في قفص الاتهام هل انه الادمان جريمة انا شوفها مرض هل انه المدمن ضحية ولا مجرم والمشارعة التونسي شنو اعتبره هون تفضل شكرا كيف نرجع للقانون عدد تاثة وخمسين المؤرخ في ثمانتاش ماي الف وتسعمين وثنين وتسعين متعلق بالمخدرات وكيف نقرأ وقراءة عميقة في فصول هذا القانون نشوفه اللي المشرع اعتبر اللي المدمن على المخدرات مجرم وضحية في اين واحد ولو انه بعد خاصة تنقيح هذا القانون في الفين وسبعتاش مال اكثر الى اعتباره ضحية كيفاش كيف نرجع للاختيك الكات دولالواكات خفين دوز يقول لكي يعاقب بالسجن من عام الى خمسة سنوات كل شخص يستهلك مادة مخدرة في غير الحالات المسموح بها قانونا دونك هنين المشرع كان واضح وصريح كيصلت عقوبة على المستهلك والمدمن بتاع المخدرات بالتالي هوني امبليسيتمو اعتبرو بان سيوخ مجرم اي نوع من انواع المخدرات تحكي معيش مفصلة انا نسأل ما نعرفش الحقيقة هو قال المخدرات واحنا كيف نرجع القانون 1969 المتعلق بالمعيد السمية المشارع يصنف المخدرات في جدوى البيت دونك ما حكيش عليها بالتفصيل تنجم تتراوح بين المخدرات الاقل الخطورة كما القناة بالهندي اللي بالدرجة نسميوه الزطلة الى الهيروين والكوكاين وغيرها من السوبيتيكس وغيرها من الانواع الاكثر وخطورة بان سيوخ كما كنت نقول انه في الفصل الرابع من القانون 1992 المشارع عطا عقوبة واضحة اللي هي يعاقب المستهلك الميدة المخدرة بعقوبة سجنية من عام الى خمسة سنة بالتالي هنا يعتبره مجرم في نفس القانون كيف نرجع للاختيك الدوس بعد تنقيحه في الفين وسبعتاش يشنو يقولنا المشرع يقولك القاضي عنده السلطة التقديرية بالنزول بالعقوبة ونجم حتى يعتبرها عقوبة خطي عقوبة مالية عفوا يعني هنا القاضي ينجم يكتفي بالحكم بخطيئة مالية على مستهلك المخدرات وهنا نشوفو اللي المشارع بليزومو عطبله ضحية كيف عطا للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في أعمال مقتضييات الفصل 53 مجلة جزائية ونزول بالعقاب بين عقوبة سجنية الى عقوبة مالية أستاذة 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 سمحني قصت عليك باش منوغلوش في النصوص القانونية لانه برشة ناس مش قادرة معناه متنجمش تفهمنا كيف ما احنا بلافهموا بعضنا لهنا مش نقربوه اكثر للناس لكن هو باي اوكي في القانون اعتبرات أنا في المؤسسة السجنية تمشي نرمال ما هو يجيك مضمن المفروض اذا كان انت بش حطها يخويا المؤسسة السجنية نحبه وننكره اذا ما تعمل مجهودة بش يناحي الإدمان غادي نجيب له خصائي نفسي نجيب له طبيب نحاول اللي منيش قاعدة نوفر هو له لبرة خاتر لا لا سمحني أنا أنا فانت لقي كلاما هي يعني اذا كان انت ساي دخلته للحبس ساي دخله ودخل السجن مدمن مدمن مستهلك ياسي طبقت عليه القانون وضميرك مرتاح اوكي شكون عايشو عندي الضمانة يخرج من غادي ما يعودش هذيك عليش اذا انتي لهنا دخلته يخويا دخلته ما لا اطرى الداخل ما لا اعالج ما لا اعاونه خطر السيدة لهنا اللي تسمع فيهم الكل الكل هم هما مدمنين نعم نرمال ما يكونوا في السجن اذا كان مقتر فين جريمة لكن قال لك نحب نبطل حب نبطل ملقاش كيفش بشي بطل قال لك على قل ما لا نرجع للحبس مدامي داويني بلاش بماذا تجيبين بيه هنا في نفس القانون متاع 1592 بعد نبطلوا نبطلوا نبشوا الحبس طاو ريتعمل على الداخل ريتعمل استقلاق لا لا نبشي للحبس لا يحب يمشي للحبس خطرية داوب لاش نهي الزختي نقول لها بريش كي باي نهي الزم نقول لها بريش كي باي انا عندي طاوة في الحومر من سبنات وولاد يستعملوا يمشي يعمل قضايا بش يمشي عادي في الحبس بش يبطلها البر مينج يمشي بطل انا نقول لك بش نداوي يروح ونشوف تحليل ولا نداوي الزرس ولا كمش نعمل عادي نمشي للحبس خي انا تاوي التحاليل اضو من انواريلك فيها اوكي قولك نمشي الحبس نتعالجوا بليش هنا يخرجوني يعملوهم لبليش خطر ما فامياش في الحبس من الداع هذي متاع باستير ومتاع شر نيكول تاوي كان نمشي للحبس بليش يتاوي من قضو يخرجوني يعملوهم لبليش واذا تاوي هوا ما عنديش بش نعم والمدمن يحب يبطلها في تونس يقول لك راني نمشي للحبس نبطلها خطر ما عنديش من نعدينا البر سمعتوا كل هذي القصة نرجعوا للتفاصيل نرجعوا للتفاصيل هذوما والمجموعة اللي عندي لهنا راوم يعطيوا على واقع كما يعيشوه هوما بعيدا على النصوص وبعيدا على التنظير وبعيدا على نحبوا نوصلولوه ان شاءنا المحلة نوصلوا نحقوا بعد الاخبار دكتورة نرجع لك في الجانب هذي خطر هايفا في هذي اللحظات جيت وانا كدية هايفا وتبتسم لنا نتخليوا لها الكورسي يا هايفا نعود نقول لك نفس بيت كيفيش؟ ابحثوا عن سمرة قامتوا هايفا ايا بنتي اياها